توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من سعر رسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 453 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 66 طن مواد غذائية وغير غذائية بالإضافة إلى ضبط قرابة 58 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط ثمانية أطنان من السلع في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية كما تم ضبط ستمائة وثلاث عشرة قضية من بينها 171 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وذلك في مجال قضايا المخابز فيما تم ضبط ثلاث قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 28 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية